فصل النهاردة اسمه انت مسؤول عن السعي مش النتيجة واتكلمت عنه كتير قبل كده وقلت في الايفنت وقلت ليكم وانزولكم الايفنت وقلت كتير خالص قبل كده يعني انت مسؤول عن السعي مش النتيجة ناس كتير الفترة اللي فاتت دي متوترة زيادة ناس كتير الفترة دي قال انا زيادة ناس كتير الفترة دي حاسة ان هي اثرت في اللي فات وقال انا من الامتحانات انا عايز اقولك اتطمن وطمن قلبك رقم واحد ربك مش هيسيبك رقم اتنين الفترة اللي جاية انت تقدر تغير فيها كتير زي ما غيرك يغير فيك كتير وزي ما الدكات اللي أنا جبتهم في الإيفنت قال لكم ما شدوا حلوهم من شهر اربعة وزي ما أنا شفت بعناية السنين اللي فاتت ناس شدوا حلوهم في شهر اربعة سواء كانوا بيذكروا من اول السنة او مكسر من اول السنة او كانت حصلهم ظروف مرضية او نفسية او اي تعد في نص السنة بدأوا من شهر اربعة وغيروا اللي فات اهم حاجة وثالث حاجة انت مسؤول عن السعي يعني انت مسؤول عن انك انت تذاكر وتكتهد الفترة دي ملكش دعوة بالنتيجة ربك مش هيحسبك عن النتيجة هيحسبك على السعي انك تكتهد انك تعمل اللي عليك انك ما تكسلش انك تحاول تغير طب يا جيو انا الدنيا دخلت بعضها وكل حاجة دخلت بعضها ومش عارف ايه مش عارف اركز مفيش مشكلة خالص حاول كل الناس بتحاول استغل رمضان وانت صايم استغلت تتفرج على فيديوات اولاين بدلا ما تستفرج على مسلسلات رمضان وذكر مثلا بالليل او ذكر الصبح بعد السحور اعمل لك جدوة لو مش عليها طب يا جيو انا فيه مواد كتيرة واقع فيها مفيش مشكلة مش مهم كل الناس بتبدأ تراجع من الاول انا نفسي براجع معكم دلوقتي وبراجع كل كلمة بشرحها من الاول وبحل عليها كتير فبفروا من الدنيا مش بحلوا خلاص فمعظم المدرسين يا حبيب يركز معظم المدرسين هتلاقوا مش راحوا معاك من الاول انت هتجيب المواد تاني من الاول وهتحلها من الاول ولو انت كنت بتدبع حد اولاين عندك الفيديوهات موجودة من الاول فتبا اعمل ايه امشي معاه ولا شوف القديم امشي معاه ومع مدرسك مدرسك لأعمل خطة معينة في المراجعة فانا مثلا هذاكر جلوس جواه مع جيو مجل امام انا برجع الدرس الاول او الباب الاول برجحولي بسرعة كده وحلله عليه بس فيه حتة معينة صار قصته عدم التوافق مثلا مش ظابطها قوي ارجح شوف فيديوهاتها القديمة على المراصمها موجود الحتة دي بس بالتفصيل تقوم انت ماشي بالترتيب في اي مادة والحتة اللي انت مش عارفها وتراجعت بسرعة وعيسة شوفها بالتفصيل وهكذا تلاقي نفسك بتراجع مع المدرسين من الاول خالص واللي انت واقع فيه او مش ظابطه في نفس حصة اللي تشرح فيها في نفس اليوم عشان ما تلغبطش نفسك في نفس اليوم اشوف اللي فات بالتفصيل في نفس اليوم اشوف اللي فات بالتفصيل فكل المدرسين هيجيبوا لك اللي فات فما تقلعش وما تتوترش ما تشغلش دماغك باقدار ربنا اللي لسه مجاتش ما تشغلش دماغك بالغيبيات اللي لسه مجاتش ما تشغلش دماغك بالامتحان اللي لسه مجاتش حد ضمن عمره حد عارف ايه اللي هيحصل بكرة حد عارف ايه بيحصل بعدين وفي السماء رسكوك وماما توعدون كل حاجة مكتوبة خلاص عمرك ورزقك وكليتك وكل حاجة فأنت ما شغلش نفسك به مش معنى كده أن أنا ما ذكرش وما خدش بالأسباب طالما هو مكتوب مش قصدي كده خالص قصدي دي أنت تاخد بالأسباب وتعمل اللي عليك وإلا يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خليك تعمل ايه تاخد بالأسباب وتعمل اللي عليك والنتيجة بتاعته فملخص القصة ملخص القصة أنت مسؤول عن السعي مش النتيجة أنت في آخر السنة وربنا يوفقكم كلكم في اللي انتوا تتمنون آخر السنة باباك وممتك واخواتك ومدرسينك ولي حواليك هيفرح بك لو جبت مجموع وانت بتتعب طول السنة طب لا قدر الله مثلا ما جبتش اللي انت عايزه ربنا يديك اللي انت عايزه بس أنا بقولك أقل الأضرار يعني هيكونوا فرحانين وفخرين بك بتاعبك خلاص ما انت تعبت هيخذوك في حظهم كده وخلاص يا بنت انت عملت اللي عليك يا بنت انت عملت اللي عليك فالفكرة كلها في ان انت تعمل عليك الفترة الجاي ملخص الكلام استعمل ربنا عز وجل وطمن وطمن قلبك وما تفكرش في الغيبات كتيرة لانها لسه ما جاتش بتاعات ربنا اتنين احنا من شهر بعض الوقت الحاد اخر الامتحانات والامتحانات كمان في نوص السبعة فدي مدة طويلة تقدر تجيب فيها كل المواد تلاتة لو انت مسقط في حاجة او من ضيع حاجة ما تقلعش خالص رجحها مع مدرسك اول بول ووقتها عشان ما تسهمش دلوقتي افكارك وجدولك ووقتها حتى معين انت مش فهمها ارجح شوفها واللهين بالتفصيل كل الفيديوهات عندك بالتفصيل هتفرم الدني اربعة انت مسؤول الفترة دي عن السعي مش النتيجة افتح الكتاب وعد عليه بس توعبش كويس خليك قاعد على الكتاب بفهمش بسرعة خليك قاعد على الكتاب المهم وقتك تكون قاعد على الكتاب وقتك لا ضاع في النوم ولا في الكسل ولا في مسلسلات رمضان ولا في القطاع في الكنافة وقتك الفترة الجاية دي قاعد هنا لا خروجات ولا فيس ولا نت ولا زفت رائب نفسك رقم خمسة اهلك واللي حولك ومدرسينك هيكونوا فخورين بيك في اخر السنة بسعيك واللي انت بتعمل عليه مش النتيجة خالص ربك مش هحسبك عن نتيجة ربك هحسبك على السعي على الاجتهاد على التغيير على المعافرة مهما تقوم تقع قوم تاني مهما تكسل زق نفسك مهما تغلط عافر وصح اقطاك ما تفكرش في اي حاجة خالص غير من انت المفروض تعمل ده الفترة الجاية انا بحبكم كلكم واصق فيكم كلكم واصق انه هتغيروا كتير واصق انه هتطلعوا في الشهور دي راضينا عن نفسكم وفي اخر السنة هتقولوا جملة واحدة ليس في الامكان ابدع مما كان ما كانش فيه حاجة احسن من انا عملته ما كانش فيه حاجة ممكن تحصل غير لانا عملتها ما كانش فيه اي تعب ربنا يسعدكم ويوفقكم شد حلكم وتابعهم درسونكم وذكر اول بول فقوكم من اللي فات فقوكم من اي حاجة بتحبطكم فقوكم من اي حاجة بتخزلكم حتى لو انت قال انك مش تقدر تلم المواد مع انك انت هتقدر تلم المواد عادي خالص بس اعمل لك جدول وعمل بلان ومشي واحدة واحدة زي ما انت فقنا قبل كده على الاقل هتكون راضي عن نفسك في اخر السنة وعلى الاقل هتحاول لاخر السنة بحبكم كلكم واصف فيكم كلكم انكم هتعفروا ووعد انسى حاجة مهمة اوي انت مسؤول عن السعي مش النتيجة فاسع الفترة الجاية وربنا يستركم وبركم ويسعد قيبكم هاحلامكم وفرق امومكم يلا نحل شوية والحصة الجاية هتبقى كل حل يلا بينا